الثقافة والشباب ورياضة والعلاقات مع البرلمان السيد محمد السويدات يؤدي زيارة ميدانية لقناة الموريتانية ضمن زياراته للتعرف عن قرب على عمل المؤسسات الإعلامية الرسمية هنا في مبنى الموريتانية قدم المدير العام لقناة الموريتانية السيد محمد محمود لبو المعالي عرضا أمام الوزير تحدث فيه عن عمل الباقة الموريتانية وأهم المراحل التي مرت بها المؤسسة وجميع الخدمات العمومية التي تقدمها للمشاهد وزير الثقافة والشباب ورياضة والعلاقات مع البرلمان السيد محمد السويدات تجول في الموريتانية رفقة الوفد المرافق لها في مكاتب القناة واستوديوهاتها وغرف البث والتسجيل وفي الأرشيف واطلع عن قرب على التقنيات الجديدة التي أدخلتها الموريتانية لأول مرة على باقتها من أجل امتاع المشاهدين ونقل الصور بتقنية عالية الجودة الوزير استمع للقائمين على قطاع الأخبار بالموريتانية عن الجهود المبدولة من الصحفيين العاملين بالقطاع لإنجاز تقاريرهم اليومية بمهنية وحرفية عالية الوزير كذلك زار أحد أكبر الاستيديوهات بالموريتانية استيديو المرحوم الصحفي أعمار البوحبيني الذي يتسع لجمهور كبير وبات بإمكان قناة الموريتانية إقامة ندوات وبرامج مع وجود هذا الكم الكبير في هذا الصرح الحديث وتخلل الزيارة اجتماع للوزير مع إدارة الموريتانية وممثلين عن العمال تحدث الجميع فيها عن أهم الإنجازات التي تحققت وعن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة زرت اليوم قناة الموريتانية وطلعت ميدانيا على ظروف العمل على مستوى جميع القطاعات بالمؤسسة مكنت زيارة من الاستماع القائمين على هذه المؤسسة والعمال وعلى المشاكل والعراقية المطروحة أمام تطوير العمل الإعلام العمومية بشكل عام وعلى مستوى بطبيعة الحال القناة الموريتانية بطبيعة الحال شكلت زيارة مناسبة لحث الجميع على مضاعفة الجهود وعلى ضرورة الإخيرات بالديناميكية الجديدة الهدفة إلى تجسيد المشروع المستمعي الطموحي بخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشهر قزواني وبطبيعة الحال أكدنا للجميع استعداد وجاهزية حكومة معالي الوزير الأول محمد بلال مسعود لدعم ومواكبة كل المبادرات الهدفة إلى تطوير الخدمة العمومية وتقريبها من المواطن نقاط هامة في صميم عمل أطقم قناة الموريتانية تحكس اهتمام الوزير بتطوير وتفعيل الأداء في المؤسسات التابعة لقطاعه ترجمة نانسي قنقر